اللقطات التي كنا نتابعها من أمام أحد المستشفيات التي يستقبل عدد من المصابين وحالات الوفاة التي انتقلت إلى هذه المستشفيات أما الإدانة الإماراتية فجاءت من خلال وزير الدولة للشؤون الإماراتية سيد أنوار جرجاش وليس من خلال السيد عبدالله بن زايد لكنها في النهاية تعبر عن إدانة إماراتية رسمية لهذا الحادث وتؤكد وقوف دولة الإمارات مع مصر في حربها التي تخوضها ضد الإرهاب اللواء يحيى الكدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ينضم إلينا الآن عبر الهاتف سيد اللواء يعني دفتر تلقي العزائي الآن صار مثقل بما فيه الكفاية تمام خبرتك تماما نحن نتقدم بواجب العزائي لإخواتنا المسيحيين إخواتنا في الوطن والحادث ده يعبر عن مدى دنائة الإرهاب وخطورته على الأمن والاستقرار في مصر وفي العالم كله ولابد من وقفة دولية لمواجهة هذا الإرهاب اللي هو بيتخذ من بعض العواصم الأوروبية والعواصم العربية مكانا تمركز قياداته اللي هي بتصدر أوامرها بين حين وآخر وبتمول بسخاء وبأموال لا تتخيلها سيدك ولا تتخيلها المواطن وهذا الحادث يدعون جميعا إلى التكاتف جميعا جميع مؤسسات الدولة مدعوة الآن وليس غدا لرسم استراتيجية واحدة تواجه هذا الإرهاب المواطن عليه التعاون مع جسد الدولة لأن الإرهاب يستهدف الأمن والاستقرار للمصر والمصريين وكل مواطن سيكتوي بنار هذا الإرهاب إذا ما تم انتشاره بهذا الشكل الأحداث الحادث ده لا يعبر عن أنهم ليهم قاعدة كبيرة هم خلايا عن خدية مختفية في وسط التكاتلات السكانية عدد بسيط إنما بيأخذ أوامر وبيحصل على تمويل من الخارج سيد تلوه حتى لا يبدو الحديث مكررا يعني اكتوت مصر بنار هذه الأحداث مرارا وتكرارا وليست منذ أزمنة بعيدة ما هي الاستراتيجية المتكاملة التي يتعين على الدولة بكل مؤسساتها المجتمعة أن ترسم أنا بأؤكد لحضرتك من خلال لجنة الدفاع الأمن الخومي هناك استراتيجية واضحة وهناك تحرك جاد من جانب الدولة والتصريحات اللي بتصدر عن القيادة السياسية وعن الاجهات المعنية في الدولة الموجهة القنوات الفضائية اللي هي بتبص الفكر الديني المتطرف وبتدعو إلى العنف وإلى الزراء الأديان كل هذه الأمور الدولة أخذت فيها إجراء حالة الطوارئ إجراء قوي تبع لمكانش يعني ترغب فيه الدولة إلى أن تحتضغط هذا التواجد الإرهابي تم إصدار حالة الطوارئ وهناك إجراءات فعالة وأجلس الأمن بتعمل بكفاءة إنما الأمور تحتاج إلى تعاون المواطن المصري قبل أي شيء مع أجلس الأمن لمواجهة الدولة الزاهرة والتعاون مع أجلس الدولة لكشف الخلايا التابعة لها ومصادر التمويل البنوك عليها إنها تكون أكثر تعاوناً مع أجلس الأمن في التحولات المالية اللي بتأتي للعناصر الإرهاب صفحات الفيسبوك والتويتر والتواصل الاجتماعي وكل الأمور دي بتساهم في انتشار ظاهرة الإرهاب مصر تكاد تكون بتعمل بمفردها في مواجهة هذه الزاهرة دون تعاون عربي ودولي كافي حتى الآن في الاجتماع المقبل للجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب كيف ستكون أولوياتكم؟ والله الأولويات بالنسبة للإرهاب هي الأولوية الأولى في لجنة الدفاع والأمن القومي وإحنا يعني قادر أقولك أن أسبوعياً بيبقى في لقاء مع الجهات المعنية لمتابعة مواجهة الإرهاب وعقبنا اجتماعات مع الأوقاف ومع المسيلي الأظهر ومع الثقافة ومع الإعلام مع كافة الجهات لمواجهة هذه الزاهرة إما أنا عايز أقول أن الحادث ده يعني بيدينا جرس إنذار أنه لن يكون الحادث الأخير وقلنا هذا من قبل إحنا في حرب مستمرة بتدور رحاها على أرض سيناء لم تنتهي بعد كادت أن تنتهي إلا أنها باقي هناك بعض الجيوب اللي بيتم صالها في الداخل سيتم إن شاء الله بس أمور لا تنتهي بين يوماً وآخر قد تمتد لشهور أو لسنة إن شاء الله ستنتهي بالاتهاء تماماً من هذه الزاهرة لأن هناك تماسك ووعي شعبي ينبذ الإرهاب وينبذ سيادة اللواء أنتهدأ الأصوات في سيناء شمال وسط سيناء بينما تذهب هذه العمليات إلى قلب الدولة إلى صعيد مصر إلى دلتاهة وإلى العاصمة هل المسألة لها بؤد تكتيكي فقط من قبل هذه العناصر ولا المسألة لها رؤية أوسع من ذلك رؤية استراتيجية لنقل المعركة إلى الداخل هي في رؤية استراتيجية في وحدة المفكر والمدبر والممول لكل التنظيمات الإرهابية التي تعمل في مصر وفي المنطقة العربية فكل هدف هذه التنظيمات هدف واحد الملازل آمن لها في الخارج ملازل آمن واحد أسلوب التعامل أو أسلوب التخطيط والتجبير والتنفيذ يكاد يكون واحد إلا أن هناك سيناريوهات تتبع بين هذه التنظيمات لارتكاب أعمال الإرهاب وإجبات الوجود ليس معنى وقوح هذا الحادث أن هناك أعداد كبيرة تنتمي لهذا السكر وما أعدادهم بسيطة إلا أنهم منظمون ومموالون وهناك بعض الأجهزة الاستخباراتية بتدعمهم بالمعلومات وبالفكر وبالأوامر وبتنفيذ من دولة قطر دولة فاعلة وتدعم الإرهاب هذه الأموال التي تضخ يوميا للتحركات هذه الجماعات الجماعات دي ينتمي إليها طبقات محدودة للدخل وبسيطة الفكر وعندها سزاجة حتى في الفهم من الدين الإسلامي والأموال هي التي تغيرهم للتحركات هذه الجرائم طالما هناك تمويل وتدبير من الخارج ستستمر هذه الحرب شكرا جزيلا لك اللواء يحيي الكدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس النواب أشكرك شكرا جزيلا لقد وصلت هذه الفكرة فيما يتعلق برسم استراتيجية متكاملة من قبل مجلس النواب ترجمة نانسي قنقر